لدى استقبال سموه لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى جعل التضامن العربي قبس النور الذي يقود هذه المنطقة إلى أعلى مراتب التنمية في ظل بيئة آمنة ومستقرة فهذا التعاون هو السبيل الأمثل لدرء المخاطر التي تحدق بالوطن والطريق الأمثل والأسلم والأنجح لوقف التدخلات في شؤون دول المنطقة مؤكدا سموه أن الحفاظ على الأمن والاستقرار العربي لم يعد خيارا من بين خيارات متعددة بل ضرورة تفرضها التحديات الأمنية والاقتصادية العالمية التي تحدق بالمنطقة بأشكال وصنوف متعددة وقال سموه أن استهداف هذه المنطقة ومحاولة تقويد استقرارها لم يتوقف يوما وعلى الجميع الحذر والتمسك بعروة التعاون والتأخي فهي سبيل النجاء والخروج من هذه التحديات بسلام دونما أن تتأثى شعوبنا سواء في تنميتها أو أمنها مؤكدا سموه بأن حكمة قادة الدول العربية ستقوي منظومة التعاون العربي وستجعلها أكثر قدرة ومنعة في مواجهة الأخطار في وفي مقدمتها الإرهاب وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية العمل على تطوير العمل العربي المشترك الذي من خلاله نستطيع التغلب على كل التحديات التي تواجه أمتنا العربية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها المعاصر هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سفراء الدول العربية المعتمدين في مملكة البحرين حيث رفعوا لسمو التهاني والتبركات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والمسرات وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعم مملكة البحرين لكل جهد يستهدف تعزيز أواصر التضامن العربي والارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور بين الدول العربية من أجل بلورة رؤى مشتركة بشأن قضايا وأزمات المنطقة المختلفة إيمانا منها بأن ذلك هو أفضل سبيل التصدي للتحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة وأشهد سموه بمواقف الدول العربية الداعمة لمملكة البحرين وأشقائها في مكافحة الإرهاب والتصدي ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار مؤكدا سموه بأن الدول التي تستهدف القضاء على الإرهاب لا تعادي أحدا وأقصى ما تريده الأمن والأمان لها ولأشقائها وهذا حق مشروع لكل دولة مؤكدا سموه بأن التجاوز ومحاولة زرع الفتنة والشقاق في الدول لا يقبله أحد مؤكدا سموه بأن التجاوز ومحاولة زرع الفتنة والشقائها شكرا